وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أسمى آيات التهين للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال وخلال كلماته بمناسبة عيد العمال أكد رئيس السيسي أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة كما أكد رئيس السيسي أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات كثيرة على العمل حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة وأوضح رئيس السيسي أن الدولة أولت اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعملات غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لمناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمية